استقبل محافظ الدقالية أيمن مختار مفتي الجمهورية شوقي علام بديوان عام المحافظة وذلك لبحث ومناقشة إنشاء فرع لدار الإفتاء بمدينة المنصورة وقرر محافظ الدقالية تخصيص قطعة أرض بشارع الجيش بمدينة المنصورة لإنشاء مقر دار الإفتاء عليها كما وجه بسرعة العرض على المجلس التنفيذي للمحافظة للبدء في إنهاء إجراءات التخصيص وإنشاء الدار ندار الإفتاء ليها مكانة كبيرة في الدولة المصرية لما لها من قدرة على توجيه الخطاب الديني طبقاً لتوجهات سادة رئيس نحن يمكن فيه ثلاث محاور زي ما فضيلة المفتي تكلم عنهم محور الإرشاد للعلاقة بين الزوجين والمشاكل الزوجية المتكررة سواء في الدهلية أو في وسط الدلتا المحور الثاني محور محاربة الفكر المتطرف والمحور الثالث هو الفتاوى اللي معظمنا كمصريين بنلجأ فيها لشيخنا الأجلاء إنشاء هذا الفرع في إطار النداء المتكرر لسيارة الرئيس عفتاح السيسي بضرورة تجديد الخطاب الديني تجديد الخطاب الديني يحتاج إلى أن نتحرك على الأرض الواقع ولذلك كان إنشاء هذا الفرع وغيره من الفروع المختلفة في أنحاء الجمهورية